فجأ العدو محلة قوم يعني إمكانهم إذا مجموعة من المسلمين هاجمهم العدو فيجب عليهم الدفاع عن أنفسهم وعن أرضهم وعنينهم من يقوم بذلك؟ كم عدد الذين يقومون بهذا على فرض العيني؟ هذه تعتمد تالة مجموعة قليلة تقوم بهذا الأمر فتطرد العدو عنهم وتالة يمتد الأمر إلى أكثر فتتسع الدائرة وهكذا في اتساعها حتى تضم المسلمين جميعا فإذا اعتد الأعداء على أراضي إسلامية ولم يستطع ساكنوها أن يردوا هذا الاعتداء فإلا الأمر تتسع دائرته وهكذا حتى تشمل المسلمين على وجه الأرض كلها فهذا هو فرض الكفاية وفرض العين فرض العين مسألة أن الحاكم المسلم يعين لهذا الأمر مجموعة من الناس سواء كان شخصا واحدا أو أكثر الثانية أن يفجأ العدو محلة قوم وهذا يجب على ساكني هذه المحلة الدفاع عن أنفسهم ولم يستطيعوا فإن الدائرة تتسع ويجب على المسلمين الذين يسكنون إلى جانبهم يجب عليهم الدفاع عن إخوانهم وهكذا تتسع الدائرة حتى تشمل المسلمين كلهم ترجمة نانسي قنقر